مرتقون قصص إسلامية وتاريخية وهناك شعرا أمرنا صلى الله عليه وسلم بتركه وهناك ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالشعر الذي أمرنا بتركه عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحف الشوارب وأعف اللحى وفي رواية وأوف اللحى فيستحب ترك اللحية وتهذيبها والعناية بنظافتها إلا أن بعض الفقهاء قالوا إن الأمر الوارد في الحديث ليس لوجوب تركها بل هو مستحب وقال بعضهم هي واجبة وقال بعضهم هي كالعادات اليومية مثل السواك وخذ بيمينك وأعطي بيمينك وقص الأظفار إلا أن هناك بعض الفقهاء كما قلنا مشاهدين حملوا هذا الحديث على وجوب ترك اللحية لأنهم يرون أنها من علامات المسلم وهيئته ومنهم الإمام مالك رحمه الله وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنمصات والنمس هو الأخذ من شعر الحاجب حتى يصبح هذا الشعر رقيقا أما الشعر الذي أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإزالته هو شعر الإبط وشعر العانة وقص الشارب عن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الاستحداد وحلق العانة والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار فيجب إزالته بأي أداة حتى وإن كانت أداة حديثة كالليزر ما لم يحدث ضررا ولكن يرعى عند فعل ذلك أن يفعل ذلك الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة أما الشعر المسكوت عنه فهو شعر الجسد كشعر الصدر والظهر والفخذ والساق فهذا مسكوت عنه لم يأت نص بالأمر بإبقائه أو إزالته قال بعض العلماء هو راجع إلى اختيار الشخص إن شاء أبقاه أو إن شاء أزاله وعدم التحريم هو عدم وجود دليل في الشرع أو نص يفيد منع إزالة شعر الجسد قال العلماء فيبقى الأمر على الإباحة لقوله صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه وقد فضل بعض العلماء ترك إزالة شعر الجسد من باب الاحتياط وخاصة لمن لا يتأذى به وقد أفت الشيخ بن عثيمين رحمه الله بإباحة إزالة شعر الجسد وخاصة إذا كان كثيرا مشوها لمنظر الجسد أما إذا لم يكن كثيرا فقد رأى تركه خشية أن يقع المسلم فيما يأمر به الشيطان من تغيير خلق الله عز وجل وقد رأى بعض العلماء أن إزالة شعر الجسد مكروه وحرمها آخرون والصحيح أنها مباحة لعدم وجود دليل على منعها والله أعلم وإذا أردتم قصة معينة أتركوها لنا في التعليقات وسنقوم بعملها إن شاء الله تعالى هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته